بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين الغر الميامين المنتجبين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمنين ومؤمنين مظلوم يا غريب كربلا سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام على أول قتيل من نسل خير سليل من نسل إبراهيم الخليل السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فما أدري أعزي أم أهني علي المرتضى فما أدري أهني علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود وقاتل بكرهم كقتال عمرين وقاتل بكرهم كقتال عمرين وجند له وجند له على وجه الصعيدي تغير لون الحسين فجاءته ليلا هل أصاب ولدي مكروه قال لا ولكن برز إليه من يخشى عليه منه لكن صرعه الأكبر وقاتل بكرهم كقتال عمرين وجند له على وجه الصعيدي وطورين وطورين للوصي به أعزي وتبكي العين كالعقد الفريدي وطورين آه كأني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الواغ أصل عودي رجوتك يا علي تعيش بعدي لتمشي باكيا من خلف نعشي كما يمشي الوليد على الفقيد كما يمشي الوليد على الفقيد على حلو الشباب وبدر تم شبيه محمد خير يا شباب ليالجد هدي ولم أنسى مثلا غدا تفر إلى نعش الشهيد ابن الشهيد فهذه قبلت كفا خضيبا فهذه قبلت كفا خضيبا وشمت الكواردا في الخدود وزينب قبلت ليلة وقالت أعيد النوح يا ليلة أعيدي أريد أنسى المصائب أريد أنسى الهموم وقلبي يرتاح إشلو ننسو يوم عاشر للقلب لا ياح بعد يومين نسمع للصبط صاح يصيح بصوت يا زينا علي راح ون الدنيا غدهت ظلم علي قال تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الله صنع على محمد مزاحم الأخوة مرة أخرى أكو مجال شوي الأمام سدوا الفرج رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد قضاء للحوائج تعجيلا لفرج صاحب الأمر والزمان وشفاء للمرضى ارفعوا أصواتكم بالثانية وعلى حب صاحب الأمر والزمان الثالثة بأعلى منهما الله وآل محمد وآل محمد مع مغيب الشمس من يوم عاشوراء بعد غد ستبحر سفينة الحسين عليه السلام وهذه هي الفرصة العظمى أن نلتحق بركب الحسين ونركب في سفينته فإن المنادي ينادي فينا هل أموا واركبوا في هذه السفينة فإنه لا عاصم اليوم من أمر الله تعارف ما عدنا مع أحد حديث النبي ومن تخلف عنها غرق وغواه حقيقة نحن نعيش في زمن عصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشرف المستقبل من خلال حديث مقتضب ولكن ذا معانا عميقة يقول كيف بكم رح يجي زمان على أمتي بحيث أن الناس لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر قالوا يا رسول الله أو يكون ذلك قال بل سيأتي زمان الناس تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف أو يكون ذلك يا رسول الله قال بل أشد من ذلك سيكون المعروف منكرا والمنكر معروفا المرحلة الأولى الناس بعد ما تتمسك بالقيم تقول عمي شوف ابنك ضايع تقول هاي فد ظاهرة شائعة ما يحتم بالموضوع المرحلة الثانية لا تشوف النصيحة اللي تعطى للمرأة هالشكل لازم تجابين مثلا أم زوجج هالشكل لازم تتكلمين وياها لازم تتعاركين لازم تعرف تغش حتى تقدر تسلم بالمجتمع يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف والمرحلة الثالثة وهي الأخطر اللي احنا قاعد نعيش هاليوم القيم تدغير المعروف يصير منكر العفاف والحجاب والحياء كل هذا كل هاية تصير ضواهر رجعية الضغوط تتراكم على الفرد بالمجتمع يقول عمي شوية انتهى مرخي الحبيب ما يحتاج هواية تقيد لأنه القيم ضاعت القيم راحت ولذلك نحن في حالة غرق اذا من اركب في هذه السفين نحن في تيه وظلال وضياع والحسين هو دليلنا ونحن في عمى والحسين هو نور الأبصار الحسين هو الضياء طبعا اسمحوا لي اخواني انا اخرج من بحثي الذي ابتدأت به تلك السلسلة ان شاء الله نرجوها الى وقت اخر لانه الظروف تحتم علي ان اتطرق الى مواضيع حساسة وعملية ومهمة اخواني ينبغي علينا ان نركب في سفينة الحسين عليه السلام طبعا انا اثمن جهودكم ومجيئكم الى هذه المحافل والى هذه المجالس في هذه الليالي خصوصا الشباب قاعد يصرفون المليارات حتى يصرفون اذهاننا وقلوبنا وعقولنا عن المجيء الى هذه المحافل والمجالس حقيقة الشاب الان لو قاعد في بيته وقاعد على موبايله عنده ميت شيء يقدر يسوي من خلال موبايله على شنو يجي يقعد في هذا المجلس ليستمع الى محاضرة وحادية الجانب هو ما عنده رأي بالموضوع ما عنده فرصة لكي يطرح افكاره فالشباب اكو ضغوطات هائلة عليهم حتى لا يأتوا مثال بسيط على ذلك اجتمعت اقطاب الدول العملاقة التي تتحكم باقتصاد العالم قبل مدة قصيرة وقرروا من اجل الحرائق الموجودة في غابات الامازون اللي تمثل الرئة للكرة الارضية قالوا خليها منساعدهم عشرين مليون دولار عشرين مليون دولار لمساعدتهم بينما شركة واحدة تعنى بعرض الافلام اسمها نتفلكس معروفة هاي صرفة مئة مليون دولار لعرض مسلسل واحد حتى يجذبون قلوب الشباب يقول الشباب ولهذا ذول اللي يحضرون هذه المجالس حقيقة نأثمن جهودهم وان كان احنا هويتنا الحسين يعني اللي ما يحضر ايام عشرة عاشور هاي فاقد ارتباطه بالامام الحسين عليه السلام ولكن الاخوة في جانب الاخوات يرتدون الثياب السود يلبسون الحجاب بضغوطات هائلة اكو عليهم ولكن مع ذلك يأتون لان الحسين يمثل درة يمثل جوهرة عظيمة لازم نحافظ على هذه الجوهرة لازم من اخسر هذه الجوهرة هذه السفينة اذا ابحرت وانحنا ما التحقنا بها والمتخلف عنكم زاهق والمتقدم لكم مارق لكن واللاحق بكم هذا اللي ينجو هذا لاحق فلازم نركب في هذه السفينة اخواني وهي فرصتنا العظمى وهي فرصتنا الكبرى ما معلوم تتكرر ترى هذه الفرصة الان جايين القلوب مهيئة الامام الحسين يهيئ هذه القلوب حتى تأخذ الموعظة حتى يتأثر الانسان هاي كل ليل المام الحسين هيئة لكن علينا ان نركب بهذه السفينة احنا الان في اجواء مناسبة مؤاتية لكن حتى نركب في هذه السفينة ينبغي علينا ان نخطو بخطوات مهمة ينبغي علينا اخواني ان نتخذ قرارات مصيرية وقرارات حاسمة في حياتنا الله بالنيابة عنك ما رح يتخذ القرار الله يقول هديناه النجدين بعد بكيفك وما يريد يجبرك على الطاعة لكن اذا انت ما تتخذ هاي القرار لنفسك اكو شخص اخر يتخذ القرار نيابة عنك وهو ابليس هذا عنده فد مشروع كبير وعنده ابالسه عدو متربص بيك عندنا في الرواية ان المؤمن اذا مات خلي عنه من الشياطين مثل ربيعة ومضر اللي ذول قبيلتين عربيتين معروفتين بالكثرة كثرة العدد يعني يقول اول ما المؤمن يموت الشيطان بعد خلص يغسل ايدا مننا هذا ما تراح فيقول مثل قبيلة ربيعة ومضر ذول يفكون الياخة من هذا المؤمن فاكو شياطين متربصة بنا اول ما تطلع من البيت اكو شيطان خاص يجير يغويك لما تصلي شيطان خاص يغويك يعني عدد هائل من الشياطين من الابالس اذا بس يردون يأثرون علينا فهو فهو يتخذ القرار نيابة عنك انت ما تكون صاحب قرار في هذه المسألة المصيرية والحساسة وخلي اقول لكم بدون مجامل اخواني احنا من نقدر نجمع بين النور والظلمة احنا من نقدر نجمع بين الحق والباطل احنا من نقدر نجمع بين الظلال والهدى من نقدر نجمع بين الفسق والفجور والاستهتار والمجون والتهتك والميوعة وبين الحسين عليه السلام لان الحسين منتهى الطهر ما تقدر تجمع بين المتناقضين تقول انا مثلا اجي للمجالس ابكي على الحسين لكن ايضا انال من دنياهما انال طبعا لمن اكو تعارض وان لا الانسان المتقي هم يعيش الانسان المتقي هم يستلذ باللذات المحللة لكن قولي في التعارض اذا يحصل بين هذه الدنيا الملعونة وبين القيم التي نؤمن بها فانت لازم تختار الطريق هو طريق فالطريق يؤدي الى الجنة وحفة الجنة بالمكارح لازم هاي طريق ذات الشوكة لازم تعاني واكو طريق اخر يؤدي الى النار ما يصير انت تعيش حياة اهل النار نفس الوقت تريد تكون على هذا الطريق المؤدي الى الجنة ما تقدر تجمع بين الحياتين ما تقدر تجمع بين الطريقين لا بد وانتصل الى مفترق طريق صح اكو جاذبية عظيمة من هالاتجاه جاذبية الى الدنيا جرمة لكن من هالطرف اكو قيم اكو ضميرنا ووجداننا يقول لك اختار ذاك الطريق تريد تريح ضميرك تريد تريح وجدانك تلتحق بالامام الحسين عليه السلام وان لا تصل الى مفترق طريق لازم انت تختار اما هذا واما ذاك والانسان الذي يعيش حياة الهوى وحياة اللذائذ وحياة الشهوات وحياة الرغبات وحياة المزاج يا اخي هذا اي شيء مزاجه يقول له يسوي اذا مزاجه يقول له اغضب يغضب مزاجه يقول له يكون مثلا ذات طباع حسنة سجاية حسنة يكون ذات طباع حسنة سجاية حسنة لمن عنده خلق اخلاقه زينة ما عنده خلق اخلاقه اذا ثارت عنده شهوة يسرع في اشباعها فما يصير الانسان لازم يختار يصل الى مفترق طريق لازم يختار اما هذا الطريق واما ذلك الطريق والانسان اللي يعيش في تلك الاجواء صعب عليه صعب عليه عنده مفترق الطريق يختار الهدى يختار الحق لا متعوت خصوصا اذا كبر وبلغ اربعين عاما كما في الرواية يقول الشيطان يجي يمسح على وجهه يقول اهلا بوجه لا يفلح بعدها ابدا خلاص هذا اربعين سنة عاكف على المعاصف طبعا الامام الحسين يشكل باب الى الله باب للتوبة باب عظيم للتوبة يعني احنا من ايس من اي احد ان شاء الله عمره سبعين سنة ثمانين سنة امام الحسين الاستثناء الاستثناءات في هذا الجانب لكن قضية الوصول الى سن الاربعين عمر الاربعين هاي قضية حساسة ولذلك عندنا في الرواية اعتاي خطابي الى الشباب لانه تفتحون عينكم تفتحون عينكم تشوف صار عمركم اربعين سنة عندنا في الرواية اذا الانسان صار عمره اربعين سنة الله يؤمر الملكين شدد عليه هذا الطيناه لوقت كافي حتى يقوم ويوقع يقوم ويوقع ويتوب ويرجع الى المعاصي يتوب ويرجع الى المعاصي بعد الاربعين ترى بعد ماكو فرصة لانه الشهوات قلت هسه شاب طائش عنده ثورة هائجة عليه هم يخطأ اللهم ارحم الراحمين لكن لما يصر عمره اربعين سنة يقول لا شدد عليه اكتب عليه كل صغير وكبير بعد هذا المحاسبة ويا رح تكون محاسبة دقيقة شلون فد واحد في هذا البلد مثلا هذا مثلا يترب من الضرائب هاي كم مرة يلزموه كم مرة كذا فدمره ياخذوه يحاسبوه على كل صغير وكبير هاي السيارة من وين اشترتها هاي النظارة من وين اشترتها هاي الساعة من وين اشترتها كل شي لازم تحاسب عليه واذا ما عندك فالتبرير ما عندك دليل على مصدر اموالك يصادرون اموالك يزجوك في السجين فالانسان ينبغي ان ينتبه لازم هنا انت تقرر هذا القرار المصيري والمهم والقرار بيدك والله ما اعطيك ارادة هاي الارادة ممكن تتعالى عن كل المؤثرات الخارجية تقول ابويا ما شأنخوش انسان بيئتي ما كانت بيئة نظيفة عندي اصدقاء سوء مثلا عندك ارادة تقدر انت تنسلق من كل هالمؤثرات كما فعل الحر ابن يزيد الرياحي المسألة الاخرى هو انه لازم نحسب مسافتنا بيننا وبين الدنيا هاي المسافة شيء طوله لانه اخواني كما في الرواية اكو ابناء للدنيا واكو ابناء للاخرة والرواية تقول كونوا من ابناء الاخرة لازم تقرر بالنتيجة انت تريد تعمل الاخرتك لو تريد تعمل الدنياك تريد تبني دنياك طبعا لمن اكو تعارض لان الدنيا دنياوان كما في الرواية دنيا ملعونه ودنيا بلاغ هاي الدنيا الملعونة هاي الدنيا اللي تصرفك عن الانشغال بالاخرة لكن الدنيا البلاغة تتعيش مثل بقية الناس لكن تعيش ومفهوم الاخرة مرسخ في دماغك يعني كل قرار تتخذه انت تحسب حساب الاخرة كل موقف تريد تتخذه كل لفظة تريد تتلفظ بيها يقول هذا ينفع اخرتي لهذا يهدم اخرتي هاي الفرق بين الامرين وعلا تعيش تشتغل تتزوج تعمل تشتري بيت تشتري سيارة الفارهة لربما اذا ماكو تعارض بين هذا الشراء وبين اخرتك لكن اذا اكو تعارض بين الامرين فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا ليش؟ لان هذه الدنيا تنقف يتروح خلي نفسك مكان الحر حقيقة الحر شلون انتبه وهي قضية مهمة ارجو ان نلتفت اليها جميعا شوفوا الحور زحير ابن القين دول اللي كانوا على ضلال هذول ما كان عدهم الوعي اللازم حتى يكونوا مع الامام الحسين قبل ما يلتحقوا بي لكن لما صار عدهم وعي كافي هذولا رأساً التحقوا بالامام الحسين لكن انا وانت عندنا ذلك الوعي يعني طرقت اسماعنا كلماته لامام الحسين عليه السلام احنا نفرق عن ذولاكه زحير ابن القين قاعد بالخيمة ومايريد يلتقي بالامام الحسين ولولا لو لا وجود الماء لما كانوا في موقف واحد وموقع واحد بس كان اكو ماين جبر يبقى هو اي وقت كان يتحرك الامام الحسين كان يتوقف واي وقت كان اامام الحسين يتوقف وكان يتحرك لكن الماء جمعهم وشوفوا الاامام الحسين عليه السلام رحمته شوفوا رأفة الامام الحسين طبيب دوار بطبه راح تزعى لي قال يا زهي ارتعال قال والله أنا ما خرجت من الكوفة إلا كراهية أن أبقى فيها ويدخلها الحسين كان عثماني المذهب فلما الرفض يأتي الإمام الحسين قال أنا أروح أزور زوجتي قالت عمي هذا ابن بنت رسول الله روح يمي راح ألتقى بالإمام الحسين دقائق إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فاتمرة صار عنده بصيرة فاتمرة صار عنده وعي لما صار عنده وعي يجي قال مرت الحقي بأهلكي أنا دالتحق بالحسين بن علي مع أنه مقبل على الموتها لكن صار عنده بصيرة خلاص اتخذ هذا القرار الحر أيضا كذلك ما كان عنده الوعي بس لحظة التأمل لحظة التفكر الفكر مرآة صافية أحيانا نحن ما نريد نفكر ينتظر إذا تفكر لازم تتخذ قرارات ما يعجبك تتخذها لكن هذا فكر مع نفسه قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار انت أهمني إذا وصلت إلى مفترق طريق في حياتك لازم تختار بين الذنب والمعصية وبين الطاعة خير نفسك خلي نفسك مكان الحر أخير نفسي بين الجنة والنار بعدها قالت تلك الكلمة التاريخية والله لا أختار على الجنة شيئا على شنو أنا أجي أصرف عمري في هذه الدنيا أيام قليلة وأروح بس أحاسب عليها وأحرق آخرتي وأحرق حياتي الأبدية وإلى الأبد وإلى الأبد على شنو إنما تقضي هذه الحياة والدنيا شوفوا إخواني الإمام أمير المؤمنين كل ليلة لمن الناس كان ينصرفون عنه يذهبون إلى بيوتهم حتى ينامون تدرون أمير المؤمنين كان بليغ أمير المؤمنين كان بإمكانه يرتجل خطبة يرتجل ارتجالا من دون نقطة يرتجل خطبة بليغة من دون حرف الألف ما كان عنده عي في البيان وفي الحكمة لكن مع ذلك كل ليلة الإمام أمير المؤمنين كان يلقي فتخطبة مكررة يكررها في كل ليلة شو وقت لما الناس قاعدت تروح بيوتها حتى تنام لأنه هاي فتوقت الإنسان يقدر إذا وسط النهار الإنسان منشغل بأولاده بعمله بشغله لكن بالليل لك وقت سكون ولذلك عندنا في الرواية حاسبوا أنفسكم ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل ليلة بالليل قبل ما تأوي إلى فراشك قبل ما أدغم وضعينك للنوم بدلا ما تشيك موبايلك دقيقتين أصرف على وضعك قول أنا خلال اليوم اش سويت فإن أحسن استزاد أنا رحت ساعدت مثلا رحم من أرحامي أنا كان عندي قطيعة رحم رحت وصلت رحمي أنا كان عندي مشكلة مع أبوي أمي لكن حسنت أخلاقي وياهم وإن أساء استغفار المهم الإنسان ينتبه لأنه أكو ناس ما ينتبهون شوف هذا غارق في غية بس ما ينتبه ما ملتفت لكن إذا بالليل يحاسب نفسه لا رح يقف على مواضع الخلل في شخصيته على الشطط اللي عنده على الذنوب اللي عنده فيستغفر منها وإذا مسوي طاعات يقول خوش زين خلي أنا أزيد من هاي الطاعات فالإمام أمير المؤمنين في كل ليلة كان يقرأ خطبة واحد شي يقول في تلك الخطبة يقول في تلك الخطبة تجهزوا رحمكم الله للرحيل والعمي استعدوا للرحيل ترى أنتوا عما قريب سينادى بكم ولازم تروحوا مو الموت يأتي بغتة كم من أناس ماتوا وهو عندهم خطط لمستقبله دي عمر بيته دي جمع فلوس يشتري سيارة لكن كم من أناس بنوا بيوت لم يسكنوا فيها مشتري ملابس لم يلبسوها هو في عمله دي يشتغل وما يدري أنه قبره حفر له وأنه الدفان قاعد يحفر قبره حتى هذا يجيبوه باتشر عقب باتشر عدنا أرحام أعزة في هاي الشهر الكريم شوف راحة وخلاص ينقطع عن دار الدنيا عندك أولاد عندك شغل عندك عمل هاي حسابات عزرائيل ما يحسب لها حسابها تجهزوا يقول فلازم تستعد للرحيل بعدين الإمام يقول وأقلوا العرجة على الدنيا هذا اللي قاعد يرحل عن دار الدنيا شعده مكب على الدنيا ش تريد تسوي أنت شنو تريد تنجز شنو هدفك لا تكون كراعي غنمي غيرك يعني شنو راعي غنمي غيرك يعني أنت قاعد تبني تروح تشتري بيت وتبتلش في قضية المورقج مالت هسا لو مورقج للحسينية كل لحظة عمل تصرفها أنت هاي اللحظة هاي اللحظة مقدسة قاعد تعطي أنت من نفسك قاعد تعطي من روحك قاعد تعطي من جهدك من أجل الحسين عليه السلام لكن إذا مورقج على مودك أنت قاعد تصرف من وقتك ومن عمرك اللي هي رأس مالك في دار الدنيا حتى شنو حتى تشتري بيت حتى تبني بيت وصار عمرك خمسين ستين سنة ما هو شبوقة من العمر كراعي غنمي غيرك يعني شنو يعني هاي البيت راح تسلمه للوارث وإنت تروح للآخرة أشد الناس حسرة يوم القيامح منه يقول هذا اللي تعب كدس أمواله بس ما صرفها وإنما مات الوارث ورث هذه الأموال فالوارث قاعد يتمتع بهذه الأموال وهي البيت اللي أنت صرفت عمرك على بنائه وإنت قاعد تحاسب عليها هاي الأموال قاعد تحاسب عليها في حلالها في على حلال كذا وفي الشبهات يعتاب أكو حساب كتاب على كل موقف كل عمل أنت تقوم به فلا تكون كراعي غنمي غيرك ممكن واحد يقول خب أنا الأولادي صح أنا عمري خمسين ستين سنة وإن كان الإنسان دائما أمل أطويل يقول أنا باقي عمري خمسين سنة يقول لا عمي ناس ثمانين تسعين سنة خصا في هذه البلاد يصر عمري سبعين سنة تعلقه بالدنيا يزداد يعني هاي الشعور بأنه يلا خلص أنا الآن جاهز بالرحيل هلش وقت ما راح يجي للإنسان فلازم أنت تجهز نفسك أنت تتحضر نفسك رواية قريتها على مسامع الأخوة باللغة الإنجليزية أخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم وتركوا الذنوب قبل أن تتركوكم الإمام أمير المؤمنين يقول يجي واحد شايب إلى أحد العلماء قال أنا أردتوب شايب قالت أتوب من ماذا قال أنا أعازف قيتار أنا هاي شغلي يعني آلات اللهو فهذا العالم قال له شيل هاي القيتار وأضربه بالحيط خليه يتكسر هذا شايب حاول يشيل قيتار بالقوة ضربه بالحيط ما تكسر مرة ثانية حاول ما تكسر قال أنت انتظرت إلى أن بعد ما تقدر تفلش هاي القيتار ماتتك صار عمرك تسعين سنة ذاك الوقت تريد تو توب قيمتها في في الوقت اللي أنت تقدر على المعصية لكن ما تقدم عليها ذاك الوقت إلهي قيمة واحد يقول لا أنا أريد حق أبنائي حسب تعبير تلك الرواية قال له هم صالحين إذا أبنائك صالحين الله يدير بالا عليهم الله ضمن الأرزاق أنت ما يحتاج تفكر بالأجيال اللاحقة هاي من وساوس الشيطان الشيطان يعدكم الفقر دائما أنت على خوف ووجل في أنه لا يكون أنا أصير فقير لا يكون أبنائي يصيرون فقراء يقول إذا كانوا صالحين فالله يدير بالا عليهم لكن إذا ما كانوا صالحين على شنو أنت تتلف نفسك وتتلف عمرك وتتلف حياتك على مجموعة هم مصالحين والعياذ بالله وبعدين أفضل ما ورث الآباء لأبنائهم ميراث أدب أشو أنت تفكر بأكلهم وتفكر بطعامهم وشرابهم وتفكر بدراستهم الأكاديمية وتفكر بملابسهم وتفكر بشغلهم وتفكر بعملهم لكن ما تفكر بآخرتهم ما تفكر بآدابهم ما تفكر بالقيم التي يحملونها الإمام أمير المؤمنين يقول والله أنا ما دعوت الله أن يطيني أولاد حلوين شايفين أكو توجه خصوصا بالنسبة للنساء يريدون جهال حلوين حتى يخلون صورهم على الإنستغرام ومشاكل فيقول أنا ما أطلب من الله أولاد حلوين وإنما أطلب أولاد يخافون الله عدهم خشة من رب العالمين مور ما تترك الدنيا ذول يروحون والعياذ بالله للبارات والنايت كلابات والمراكز الفسق والفجور عدنا في الرواية يقول إنسان غير المؤمن طبعا هذا يأتي بين مدة ومدة يجيبوه يخلوه يمر على أهله بعد موته لكن هو مو مؤمن فيخلوه يمر عليهم واختليهم في حالة فسق وفجور وهو جاي يشتعل في قبره يقول شوف هاي أبنائك شوف هاي تربيتك هذول رايحين وغارقين في الدنيا لكن المؤمن بالعكس يقول المؤمن هم بين مدة ومدة يمر على أهله يمر عليهم لكن أوقات الطاعة إذا هم يكونون في حالة معصية والعياذ بالله يحجب عنه لأنه المؤمن ونتيجة الناس حتى وروا وفاتهم عدهم مشاعر يتأذون بعض القضايا ويستأنسون ببعض القضايا ولذلك قضية التربية هي قضية مهمة جدا وهي النقطة الثالثة هاي أعظم استثمار احنا نقدر ندخل فيه شايف كلنا احنا نفكر بالاستثمار بأموالنا شوية عندك فائض تفكر شنو تسوي تخلي بالأسهم تشتري آرة تشتري بيت أفضل استثمار للدنيا والآخرة هو الولد الصالح هاي أفضل استثمار ينفع الإنسان لأنه الإنسان وراء موته يصور فقير بعد ينقطع عن دار الدنيا رواية رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الجمعة كانت كان ذول إخوانكم والمؤمنين يجون ينتظرون من عدكم صدقات عمل صالح طاعة صدقة للفقراء بعدين بكى رسول الله بأبيه وأمي قال ذولة ترى إخوانكم اللي يحتاجون إلى صدقاتكم فإحنا وراء ما نموتنا نقطع عن دار الدنيا نصير فيه فقر متقع ذاك الوقت تحتاج إلى ابن صالح هذا إذا عمل الطاعات قسم من ثوابه يجي إلك لأنه أنت ربيت تربية صالح لكن شلون ربيهم تربية صالحة الآية القرآنية عميقة جدا قو أنفسكم وأهليكم نارا أول شيء قو نفسك أول شيء أنت أنجو بنفسك شايف بالطائرة هاي التعليمات اللي ينطوها قبل ما طير الطيارة يقول أول شيء أنت ألبس هذا القناع ما للأكسجين بعدين احتم بصغارك بأولادك أنت إذا تكون نموذج صالح يقول الأبناء نطلب من الإخوة الكرام أكو جماعة قاعدين برة فنرجو من الإخوة نزاحمهم برة أخرى نتقدموا أكو بعد شوي مجال قدام رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد رحم الله من أعادها ثانية على حب الزهراء البتولة الثالثة بأعلى منهما الوقت أدركنا لكن عندي كلمتين بالنسبة إلى هذا الموضوع واحد يصير نموذج صالح ليش؟ لأنه الأبناء الأبناء ما يطلعون بالشكل اللي إحنا نريدهم يطلعون وإنما يطلعون بالشكل اللي قعد نقدمه لهم بالنموذج اللي قعد نقدمه لهم طبعاً أكو مراحل ثلاث حساسة في حياة الأطفال مرحلة الأولى أتركه سبعاً بس اخلق للبيئة الصالحة خلي يتعلم منك بشكل غير مباشر ما يحتاج أن تتعلمه في تلك الفترة أنت تكون في النموذج صالح يشوفك ينظر إليك يعتز بك ويقتفي بأثرك هاي سبع سنين الأولى هاي رواية أمير المؤمنين طبعاً السبع السنين الثانية أدبه سبعاً لا ذاك الوقت لازم أتعلمه شنو الصح شنو الغلط شنو الحق شنو الباطل وتوجه لأنه هو متعود السنين الأولى بعده ما متطبع على طبائع الآن لازم يتطبع على طبائع معين سبع سنوات يقول هذا عبد يكون إلك لازم أنت بالأوامر والنواهي تمشي وياه لكن السبع السنين الثالثة يعني ورما يصر عمره 14 سنة إلى أن يصر عمره 21 سنة بين الـ 14 و 21 يقول إصحبه سبعاً لازم أنت تكون صديق لأبنائك لأم لازم تكون صديقة ليش؟ لأنه هي في موقعية جداً مهمة وحساسة هي تحمل الأطفال يحملون العوامل الوراثية للآباء وأكو هيمنة من قبل الآباء والأمهات على الأولاد إحنا من التفت إلى هاي الموضوع؟ إصحبه سبعاً يعني أنت في موقعية بحيث الإبن يتأثر بالأب إذا أحسن التصرف إذا عرف شلون يربي أولاده وبناته بعد السبع سنين لازم بالصداقة مو بالعركة مو بالمشاكسة مو بالأمر مو بالنهي لا لازم يلتفت إلى أنك حنون إلى أنك شفيق عليه أو عليها لازم يلتفت أنه ماكو واحد يريد مصلحة أبناء مثلك أو الأم ماكو واحدة تريد مصلحة بناتها مثل الأم فالابن لمن يشوف هذه الحالة موجودة رح تصير عنده ثقة ثقة بالأم ثقة بالأب يسمع كلامهم ما يتأثر برفيق السوء لكن إذا أكو حاجز الأب في عالم والأم في عالم آخر الأب كل ما كانت عنده أماني أن يصل إليها ما حققها يريد أبناء يحققوها عمي إذا أنت مو نموذج صالح شلو أنت ريد أبنائك يكونون نماذج صالحة طبعا إحنا نعيش في مجتمع مفتوح مو مثل أيام قبل قبل مئة سنة كانت المجتمعات منغلقة الآن أكو مؤثرات خارجية كثيرة ولهذا الجهد اللي لازم نصرفه على تربية أبنائه أبنائنا لازم يكون مضاعف لازم تصرف وقت وياهم وتكون صديق شفيق رفيق إلهم اللي ما أمير المؤمنين يقول يقول لهاي السبع سنوات إلى واحد وعشرين سنة إذا أنت حققت هذه النقاط قمت بهذه الخطوات يقول ورا واحد وعشرين سنة إذا كان صالح فهي جهودك أثمرت إذا ما كان صالح فقد أعذرت لله أنت معذور أمام رب العالمين أنا اشتغلت عليه سبع سنوات الأولى سبع سنوات الثانية وسبع سنوات الثالثة لكن تشوف أغلب الأفراد ما عدهم ما عدهم علم بطريقة تربية الأبناء وصناعة البيئة الصالحة تشوف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لمن يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يقول أبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت أنا ابن الزهراء أنا نشأت في كنف الزهراء فما يصير أنا أروح ويزيد بن معاوية شوف تأثير الأم طبعا يبدأ التأثير على الأبناء من خلال المعاشرة الحسنة بين الآباء والأمهات هكذا تكسب ثقة الأبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزور الزهراء وأمير المؤمنين بعد زواجهما يقول لأمير المؤمنين كيف وجدت فاطمة قال نعم العون على الدين وعلى طاعة الله هاي تساعدني على أمر الآخر هل أننا عدنا يجي توجه بالنسبة إلى الزوجات مع أزواجهم لو لا تفكيرهم بالسوق وتفكيرهم بالفلوس وتفكيرهم في مجال آخر لكن الزهراء مع أنه أمير المؤمنين هو إمام المتقين لكن مع ذلك تشوف الحث على الآخر نعم العون على طاعة الله ويسأل فاطمة كيف وجدت يا أمير المؤمنين قالت خيره بعل هذا أفضل زوج تسع سنوات تسع سنوات يعيشون مع بعض ما أغضبتني ولا عصت لي أمره شكد يحتاج مخالفة الهواء حتى إمرأة ما تغضب على زوجه لما نميت ماشى معه رغباتها وعاشوا في ظروف جدا قاسية أصلا ما أغضبتني ولا عصت لي أمره هو أمير المؤمنين هاي مو من طرف واحد عادة نحن الرجال دائما نلقي اللوم على القضية هي طرفينية الزوجهم لازم يكون دائما يخالف هواه يجاهد نفسه مثل ما ذكرنا في قضية إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل زوجته تقول لهم روح شيلهم ذولة وديهم للصحراء الله يقول اسمع كلامها أنا عندي فالتدبير آخر يقول دائما راعها دائما دارها نحن دائما نفكر أنه في هذا الصراع لازم أنا أثبت أنه أنا صح عمي القضية أوسع وأعظم مما تتصوى القضية ترتبط بالأبناء القضية ترتبط بميراث الأدب لقع تورث أنت أبنائك ذلك الميراث فأنت تخلق فاتبيئة صالحة فاتبيئة مؤاتية حتى الأبناء يتأثرون بآبائهم يتأثرون بأمهاتهم قاعد يروحون إلى كربلاء وإذا بالإمام الحسين خفق خفقه هومت عيناه كأنه في الطريق فأخذ يقول لا حوله ولا قوته إلا بالله علي الأكبر دائما كان مع الحسين دائما روحاتهم جياتهم يوم عاشوراء أي وقت الإمام الحسين كان يروح للميدان يروح يتلقى شهيد من الشهداء سقط علي الأكبر دائما كان وياه فقال أبا سمعتك تقول لا حوله ولا قوته سمعتك استرجعت يتقول إنا لله وإنا عليه راجعون قال هومت عيناي فرأيت المنادي ينادي بأن القوم يسيرون والمنايا تسير معهم يعني الموت وياهم وياهم فقال علي الأكبر أبا أولسنا على الحق قال نعم قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا لئلة عاشوراء الإمام الحسين قال لي أصحاب تفرقوا كلكم روحوا عباس قوم روح عون قوم روح جعفر قوم روح عبد الله قوم روح العقيل قوم روحوا لكن بقولي بس علي الأكبر لأنه هاي الفداء ما التي لازم أقدم يوم عاشوراء كلكم روحوا ولا علي الأكبر خليه يبقوا وياي زين صار يوم عاشوراء قتل الأصحاب الأصحاب قالوا للإمام الحسين ما دام فينا عرق ينبض لازم أهل البيت يبقون في الخيام لازم دولا ما يذهبون إلى القتال ما دام إحنا أحياء وبالفعل راحوا حتى قتلوا جميعا يجى دور أهل البيت عليهم السلام أول واحد تقدم للقتال أو تقدم للإمام الحسين كان علي الأكبر وأول فاد نفسه للهد ابنه ولله نفس ما أعز وأشرف الله أكبر يأتي إلى الإمام الحسين ويقول له هل من رخصه عدنا في الرواية إذا أحب الله عبدا إذا الله هو أي حب فالشخص مضمون الحديث طبعا يقول أخذ منه أحب ولده إليه شوفوا في قضية إبراهيم يقول إن الله وصل إلى مقام كان ولي من أولياء الله ثم جعله نبيا ثم جعله رسولا ثم جعله خليلا صار خليل الله مو فلما جمع ذلك له كله امتحنه في قضية إسماعيل ثم جعله إماما بعدين قال إني جاعلك للناس إماما لبن هذا الاختبار هذا الامتحان نجح بي مع أنه ما قتل إسماعيل لكن كان حاضر أن يضحي به كان حاضر أن يفديه حقيقة الأشياء اللي ما صارت في مكة صارت في كربلاء يعني كان مفروض إسماعيل يموت وهو صغير من العطش ما مات لكن كم من شخص مات في كربلاء عطشا وضمأا النساء كان مفروض هاجر هناك يتعرض لها بسوء لكن الله سبحانه وتعالى تشوف شملها برعايته وعط فيه وأنقذها لكن النساء في كربلاء أشصار بيهم وإسماعيل كان مفروض يقتل لأنه أخذ السكينة أراد أن يفري رقبته لكن السكينة كانت تنقلب ثم السكينة تكلمت قالت الخليل يأمرني والجليل ينهاني الله ما يريد إسماعيل ينذبح هناك خلاص قد صدقت الرؤية أكثر من هذا إبراهيم ما معلوم يتحمل لكن في قضية الإمام الحسين عليه السلام أخذ منه أحب ولده إليه يجي يسأل ابن ليلى يسأل إمام الصادق قال ما أحلى ما خلق الله قال الولد إذا شب ابن الإنسان إذا صار شاب يصر قرة عين الأب قال ما أمر ما خلق الله قال فقده هذا الولد الشاب اللي هو قرة عين الأب هذا يفقد الأب هذا ينفجع بي الأب فجاء إلى الإمام الحسين عليه السلام أبه لي من رخصة عندنا مذكور في سيارة المقاتل لأن الإمام الحسين كان دائما يرفض في البداية طلب أصحابه أهل بيته للذهاب إلى الميدان لكن أول ما علي الأكبر طلب أن يذهب إلى البراز إلى الميدان للقتال يقول أرخى الإمام الحسين أرخى عينيه بالدموع شايف واحد مكبوت بعد ما يحتاج تقرأ لقراية هاي أول فرصة مؤاتية دموعه تنهمر على خده يقول أرخى عينيه بالدموع ونظر إليه نظر آيس من شايفين واحد هذا عنده ابن بالمستشفى والأطباء قاله وتارى بعد ما يقدر نسوي لشي هاي حالة الحيرة اللي الأبي يكون عنده ينظر إلى ابنه نظر آيس منه هاي جدا حالة صعبة مو ممكن إحنا نصف المشاعر ما للإمام الحسين عليه السلام خاصة الكلمات اللي الإمام أخذ يعبر عما في داخله ببعض الكلمات حقيقة هذه الكلمات جدا مؤثرة لمن إجا طلب الإذن والبراز الإمام أشار بسبابته إلى السماء اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشهد أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه اللهم امنعهم بركات الأرض شوفوا أدعية الإمام أدعية الإمام كانت تخرج من أعماق قلبي اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا ثم نادى برفيع صوته يا عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي وسلط الله من يذبحك عليك من يذبحك على فراشك علم علي الأكبر أن هذه رخصة بن أبي ثم تل الإمام إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم أمره الإمام أن يودع أهله وعياله ذهب إلى خيمة زينب لكن طول علي الأكبر داخل الخيمة والإمام منتظر لازم يروح يقدمه كأضحية لله سبحانه وتعالى يقول دخل الإمام داخل الخيمة رأى منظرين ما أشد منه شاف السكينة متعلقة بثيابه زينب متعلقة بردائه أمه ليلة واقف عند رأسه يقولون إلى من تكلنا لا تذهب يا علي ترى أبونا وحدك من يقدر يعيشا ثم قال له الإمام قم يا ولدي وتوجه إلى الميدان من طرف أمه أكو صلة وقرابة عند كان بيزيد ولذلك حينما دخل الميدان ناداه منادن احفظ قرابتك من أمير المؤمنين يزيد فإن لك الأمان منه إن تركت القتال فقال إن قرابتي من رسول الله أولى بالحفظ ثم أخذ يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالرمح حتى ينثني أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي تالله لا يحكم فينا بن الدعي وهمل عليهم وأخذ يقاتل قتال الأبطال وكان يتلألأ وجه الحسين سرورا قاتلهم قتال الأبطال حتى قتل منهم مقتلا عظيما ثم ما لبث بعد أن قتل بكرا ما لبث أن عاد إلى أبيه الحسين يريد يشوف أبوه مرة أخرى قال أباه ثقل الحديد قد أجهدني والعطيش قد قتلني فهل إلى شربة من الماء السبيلا يقال أن الحسين قال واغوثاه ما متعود يطلب منا طلب ما يقدر ينفذ ليه قال واغوثاه ارجع إلى الميدان فإن لك كأس مذخورة من جدك رسول الله لا تضمأ بعدها أبدا عاد إلى الميدان حمل عليهم أخذ يقاتلهم قتال الأبطال لكن أعياه التعب وأعياه العطش فجاء مرد بن منقذ العبد لعنه الله يا مؤمنون يا موالون قال والله لأذكلن به أباه قال له حميد بن مسلم ويحك أما يكفي هؤلاء الجموع الذين احتوشوه من كل جانب قال لا والله حتى أذكلن أباه جاءه من ورائه وضربه بالرمح في ظهره ثم ضربه بالسيف على رأسه إنحنى اعتنق رقبة الفرس جياد عربية أصيلة مفروض ترجع إلى الخيام لكن الدماء كانت تزيل حتى أغشت بصر الفرس فذهبت به إلى معسكر الأعداء فضربوا حتى قطعوا بالسيوف ربن ربا فلما سقط على الأرض ما قال أبي أذركني ما يريد أبو يحمل هم حتى بعد مقتله قال أبي يا حسين هذا جدي رسول الله مو قلت لك أريد ما يعطشان لكن ارتفع العطش بعد لتشي لأمي هذا جدي رسول الله وقد سقاني بكأسي الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا وهو يقول إن لك كأسا مذخورة لما الإمام الحسين سمع نداء ولديه أخذ يقوم ويقعد يقوم ويقعد وهو يقول وولداه أيوى علياه ثم ذهب إليه كالصقر المنقض على فريسته الإمام منتظر حتى ينزل من على فرسه وإنما ألقى بنفسه من على الفرس جلس على التراب وضع رأسه في حجره شاف بيرمق من الحياة وضع إصبعه في فم ولديه أخرج الدم من فمه فتنفسه وكانت روحه فيها الإمام وضع خده على خده وصدره على صدره وغمض عينه وقال على الدنيا بعدك العفا زينب ضيد ظنت أن الحسين راح أن الحسين مات خرجت وهي تقول وأخاه وابن أخاه ففتح الإمام عينه قال أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك لهمها وغمها قعد عندي وشاف فمغمض العين تسابح بدمي متر بالخدين ومتواصل طبور والرأس نصين حين ظهري على وليده وتحسار حلyr وَشبك غير مغلق هعلك وففتح نحن ثم لفتح نحن 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 مخ during الع propagate